اشتركوا في القناة اشتركوا في حلقة الامس وكل الكلام الطيب والدعاء بشكركم طبعا في شوية هيك ملاحظات بعض الاشخاص طلبوا انه نرجع او ارجع زي الاول يعني لحد الان هم مش مستوعبين الوضع الصحي تبعي اتنين مش مستوعبين انه انا بشتغل على الجهاز لابتوب لصديق الي يعني ما عنديش جهاز كمبيوتر عشان هيك انا بستغل الفرصة لما يجيب لجهاز الكمبيوتر اللي هي نص ساعة هاي اللي انا بسجل فيها وبعدين انا بعطيها على اساس هو يمنتجه وهو اللي يشتغله واللي يرفعه على القناة فعشان هيك ما بنقدر ننزل الفواصل اللي هي اللي كانت تنزل في الاول بين الابراج اول اشي لانه مدة الحلقة خسيرة وثاني اشي ما في قدرة للابتوب انها تمنتج زي جهاز اساسا هو مصمم للمنتاج او للمالتي ميديا فعشان هيك احنا بس بتكون تصبروا معنا شوية بينما انه ربنا يسر الامور ويصير فيه امكانية انه احنا نجيب جهاز الكمبيوتر او اجهزة على اساس انه احنا نقدر نرجع زي الاول فعشان هيك الفترة هاي قدر الامكان انا بعطيكو المختصر بدل ما اعطيكو بيت 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 او البيوت زي ما كنا نشرحها بالاول بدمجها انا بالمعنى المختصر لالها ايجابيتها وسلبيتها وبعطيكو مختصر التوقعات بالكامل ملاحظة هامي جدا 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 للاشخاص كل الاشخاص اللي نزلوا توقعات او حاكوا لمحات عن التوقعات للسنة القادمة هذولا يهرفوا بما لا يعرفوا يعني بمعنى اخر كله انا لاحظت انه تخبيص بس هم يعجلوا بتنزل التوقعات هاي عشان مشاهدات ولايكات وكمونتات ومش عارف ايش وفلوس فعشان هيك ما تاخذوا بكل الحكي السنة الجاي لمحة بسيطة السنة الجاي فيها اختلاف كامل عن السنة هاي فيها ضغوط فيها سلبيات فيها اشياء يعني شوية رح تكون مفاجئة وصادمة جدا وخصوصا بداية السنة يعني بتبلش ملامحها من شهر 12 اللي هو الشهر القادم وشهر واحد وشهر اثنين يعني هدولا اخطر واصعب اشهر خلال هاي السنة والسنة الجاي فعشان هيك ما حدا يستعجل انه يحكم يقولك اعطونا ايجابية وفلان حكى وفلان اعطانا ايجابية وانت بتحكي بالعكس وانت بنش عارف ايش ما حدا ياخذ بالتوقعات بس مجرد انه رصف كلام ومجرد انه كلام يعني انه والله بس بنعطيكوا طاقة ايجابية وبتجدوها لما انا نزلت توقعات 2020 في ناس كثير سبت علي وتشاؤمية وسلبية وليش حكيت هيك وليش بتحكي هيك وعطينا طاقة عشان الامل واملنا في هالسنة قلت لهم ما بقدر لانه السنة هاي صعبة جدا وما بقدر انا اذا بشوف اشي فيه تنبيه للناس ما اقدر انبههم يعني فيه ناس اخذت في الكلام احتاطت فيه ناس ما اخذت في الكلام وغلطت واجت على راسها فيه ناس يعني دخلت بمشاكل لها اول ما لها اخر في الالفين وعشرين عشان هيك ارجعوا اسمعوا الان توقعات الفين وعشرين موجودة على القناة اسمعوها شوفها تنطبق عليك بالاشهر اللي انا ذاكرها انطبقت عليك ولا لا الاحداث اللي انا ذكرتها لبرجك انطبقت عليك ولا لا وحط تعليق عليها الان انت بتقدر تقيم انا شو اللي حكيته في الالفين وعشرين وتوقعات الفين وعشرين ما بتقدر تقيمني انت في بداية السنة لانه في بداية السنة أنت متوقع أنه يكون فيه أشياء معينة لإلك فعشان هيكي بتنصدم فيها ولكن في نهاية السنة أنت بتقيم السنة اللي قبلها عشان تعرف أنه هذا الشخص كفاءة أني أنا أخذ بتوقعاته وألتزم فيها ولا ما في داعي أني أنا أخذ بالتوقعات يعني خلاص صار مجرب مرة أو مرتين وصارنا عارفين يعني أنه توقعاته ما بتزبط فأنت ارجع اسمع توقعات دائما يعني لما بدك تقيم فلكي ما تسمعوا في النهاية بداية السنة أو شو حكي في بداية السنة اسمعوا سنة وسنتين وثلاثة لورا ارجع اسمعهم شوفوا من طبقه عليك صاروا معاك هذا الكلام اللي انحكي نسبة 70% بديش أقولك 100% حصل معاك حصل معاك بتتأبعه تسمعه ولكن أنك تيجي تبني كل آمالك على واحد أنت ما بتعرفه وأنت ما سمعت فيه من قبل يعني وأجغلك أنه هاي سنة السنة اللي راح تكون مثلة لموليد برج الدلو ولا السنة اللي راح تكون عنيفة بالنسبة لموليد كذا وسنة ممتازة وخارقة بالنسبة لموليد برج الحوت هو أخذ على أن المشتري داخل على الدلو داخل على الحوت وبديرجع على الدلو بس ما أخذ أنه زحل برضو موجود في الدلو وما أخذ أنه كل الكواكب هاي اللي بدأت تواجد في الدلو بدأت تسوي زاوية تربيع مع أورانوس العنيف تبع الانقلابات وبرضو مع هاي الزاوية المريخ بكون واصل لنفس درجة أورانوس في نفس الزاوية هاي اللي بدأت صير هاي ما حسبها ما تطلع عليها لأنه هو ما بفهمها لأنه ما عنده جداول السنة الجاي عشان هو يحسب عليها أنا الجداول وصلتني قبل أسبوع اللي هي جداول 2021 يعني لسه أنا يا دوب طلعت عليها يا دوب إني أنا شفتها انصدمت أنا من أول شهر أو شهرين ومش عارف أنا كيف بدي أرتب الكلام لهذا الموضوع ويمكن أنا ما أعملش توقعات 2021 لأنه أكيد رح تكون فيها صدمة وخصوصا بداية السنة اللي الناس متأملة فيها خير ولكن فيها أحداث رح تكون صعبة عشان هيك ما تأخذه في كل واحد بحكي توقعاته ما تستعجله وتحكمه على أنه فلان حكى وفلان نيال وفلان نزل توقعات وانت ليش ما نزلت الشغلة مش بسرعة مين نزل الشغلة بدقة ايش انت بتنزل وان شاء الله أنه لوقتها بتبقي الأجهزة جاي أو بنقدر مؤمن أي شي عشان أنا أعمل لكم حلقة بالتفصيل عن التوقعات وإحتمالية أنها تكون لايف يعني احتمالية أطلع بث مباشر فيها ونتناقش ونشرح ونحلل لكل شخص بيكون موجود على المباشر إن شاء الله تعالى خلينا نروح على توقعاتنا على يوم الأربعاء 11.11 والقمر طبعا اليوم رح يتنقل ما بين العذراء والميزان هو رح يكون يعني من الآن في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يمكت فيها لغاية الساعة 57 دقيقة من مساء ليلة بث الحلقة اللي هو 10.11 لا ينتقل بعديها طول يوم 11.11 في منزلة الغفر اللي هي منزلة جيدة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي وطبعا القمر زي ما حكينا أنه رح يكون بين العذراء والميزان ولما بيكون أغلب النهار يعني لغاية المغرب في العذراء منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين غياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة زي التدخين وشرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو بعمل جديد أما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل اليوم هي زوايا ما بين القمر والكواكب اللي موجودة في برج الجدي أول زاوية رح تكون زاوية تثليث إيجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واربع وخمسين دقيقة صباحا ايه بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبلوتو ورح تكون في تمام الساعة أربع وعشرين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وزحل ورح تكون في تمام الساعة عشرة وثمانية وخمسين دقيقة بعد الظهر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أكثر بعد الزاوية هاي مباشرة يعني في تمام الساعة عشرة وثمانية وخمسين دقيقة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار من الساعة 11 بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 24 دقيقة مساء طبعا بالنسبة لخلو المسار لشهر 11 موجود كله بصندوق الوصف يعني بتقدر ترجع أنت لطول شهر 11 تعرف أمتى خلو المسار وأمتى الانتقال أو الولادة الهلال والأمور الفلكية اللي احنا منذكرها وطبعا خلو المسار زي ما حكينا أنه من الساعة 11 الظهر أو بعد الظهر لغاية الساعة 24 دقيقة مساء هذا يعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر طبعا رح يكون في الميزان ساعة 24 دقيقة مساء تأثير القمر على جميع الأبراج هذه أفضل فترة عاطفية لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميلة الاسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك بمكننا أيضا إقامة حفلة وأعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للقمر بما أنه في برج الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم 13-11 بيبدأ في تمام الساعة 11 و32 دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة 14 دقيقة مساء لينتقل بعدها لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل بكمل 26 يوم كامل وبصير نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 المزاج سعيد بنسبة 40% القمر في العذراء حتى يوم 13-11 المزاج سعيد بنسبة 45% عطارد في العقرب حتى يوم 1-12 مزاجه منتحس بنسبة 60% الزهرة في الميزان حتى يوم 21-11 مزاج منتحس بنسبة 40% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة 35% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 المزاج سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم بتشعر ببعض الإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظم عملك بشكل جيد وما تهمل الواجبات وحاذر من التبذير ممكن أنك تعالج مسائل مهلية وممكن تجد بعض الحلول لأمور العلاقة بالفوتير المتوجب عليك في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكتكم بتتعقد الأمور وبتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر من القطيعة والدعاوى القانونية لأن خصمك بالفترة هاي بكون قوي والعراقيل ممكن إنها تستفزك برج الثور تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك اثبت للمشككين بطاقتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز وحاول إنك الثابر قبل ساعات المساء لأنه في ساعات المساء بيبدأ العمل بتراكم عندكم بتكتنتبه لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم شيء إنك تحاذر من المشاكل الصحية برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم إش إنك تهدئ من روعك أو تحاول إنك توقف التفكير قليلا ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم إش إنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام لا تناقش بجفاء بل بليوني تامي من ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم إش إنك تنطف الأجواء وأعد العلاقات إلى طبيعتها ممكن تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات بتحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة بالفترة الماضية يعني أنت داخل على فترة إيجابية برج السرطان بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات فترة مناسبة لإجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر التناقلات وحركة التواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شيء إنك ما تكثر المطالب وتجنب الاعتماد أو اعتماد أسلوب فضل ابتعد عن التحديات في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء إنك تجنب تهبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك ما تفرض رأيك على الآخرين فترة مناسبة جيدة لأمور التنقلات والاستثمار برج الأسد تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقش موضوع مالي أهم شيء إنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود حدد أهدافك وفي ساعة المساء بتنشط في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبكون لكم تعامل مع أخ أو جار تكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء فقدكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمورك وتقرر على إش جديد ممكن تفرح لإنفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما ممكن تلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديتك بتنتهي مفاوضات لصالحك خلال هذا اليوم في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إش إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ما تبالغ بمصاريفك كن معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية برج الميزان يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامة من الكآبة أو الإحباط هاي فترة إرهاق وتقاعس ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتظة وابحث عن الهدوء والسكينة ممكن يطرأ تغيير للأفضل على صحتكم في ساعات المساء بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك قد تجربة اجتماعية جديدة ومهمة تتاح لك الفرصة غربلة ومعرفة الصديق من العدو اظهر انفتاح واهتمام في ساعات المساء انتبه أكثر لصحتك وما توقع على عقد أو تبدأ عمل جديد لأن هاي الفترة القادمة فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء وما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه وبحافظ على إنجازاته القائمة ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم فكون عند حسن الظن فيك تجنب الانفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر الحوادث في ساعات المساء بتلتق الأصدقاء أهم شيء أنك ممكن تبادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك ممكن تجد حليف بدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولة برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيئة ما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتفرح لانفراج ملموس، بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وتقوى أو بتقوم بخطوة مباركة بتطلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أمفاسك بعد العواصف في ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتخضع لعدة تجارب مهمة أهم إشي إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بل قوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع للفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر وخصوصا من ساعات المساء برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة أطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار بتنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم إشي إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة في ساعات المساء بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو تعامل مع شخص خارج البلاد فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو إجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء وبتجرأ على رفض ما أي شيء ما بناسبك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخط تجربة جديدة ومحتمل عند بعض الأشخاص تكون أمور بتتعلق بالسفر برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ما بنصح إتمام خطبه أو زواج أو بتوقيع عقد في هاي الفترة حاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو يعني بغير محل لأي كان ممكن تواجه خصم شرس في الفترة هاي وممكن تشتد المنافسة بينكم أهم شيء إنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان في ساعات المساء بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية لا تهمل صحتك بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء